خلونا نخش طبعا على أحداث سريعة جدا حصلت طبعا في الساحة العالمية خلال الفترات اللي فاتت هنبدأ من فريق برشلونا فريق برشلونا اللي خلاص أنهى إجراءات الإعلان عن أول الصفقات في الميركاتو الشتوي طبعا تشافي هنرنديز طبعا كشف ده طبعا مدير التعاقدات في نادي برشلونا كتب على حسابه على تويتر أن برشلونا بيجهز الأوراق والعقود للإعلان عن التعاقد مع فران توريس طبعا البيان الإعلان الرسمي والنهاردة خلال الأيام اللي جاي خلاص كل حاجة الترتيبات لصفر توريس للعاصمة أو المدينة الكاتلونية أضاف كمان أن برشلونا جهز عقد مدته خمس سنوات من أجل توريس الصفقة هتتكلف حوالي خمسة وخمسين مليون يورو بالإضافة طبعا لعشر عشر مليون يورو متغيرات في هذه الصفقة طبعا شافي هنرنديز كان طبعا وراء هذه الصفقة طبعا لأن طلب من إدارة طبعا إدارة برشلونا إتمام هذا التعاقد المهم جدا لفريق برشلونا اللي بيمر بأزمة أزمة كبيرة جدا في برشلونا على مستوى النتائج على مستوى طبعا ترتيبه في الدوري الأسباني لكن فران توريس من اللعابة المميزة اللعاب صغير في السن اللعاب موهوف جدا هينضم خلاص في المركات والشتوي لفريق برشلونا طيب من برشلونا نروح لراموس طبعا راموس اللعاب الأسباني الرائع ولاعب باريس سان جرمان الحالي تحس أنه هو راموس يعني بيجري ولا الكروت الحمرة النهاردة علق سيرجو راموس طبعا مدافع باريس سان جرمان على أول بطاقة حمراء في مشواره مع الفريق الفرنسي فيه طبعا مباراة اللي انتهت بالتعادل أمام فريق لوريان كتب راموس على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر طبعا كتبه باللغتين الإنجليزية والفرنسية بيقول أنه يوم جديد للتعلم وغدا سيكون يوم جديد للتحسن طبعا بيتطلع دائما للأمام راموس بيتعلم لغاية دلوقتي من أخطائه راموس طبعا شارك بداية الشوت الثاني في مباراة باريس سان جرمان والوران وعايز أقول لكم أن راموس مشواره كله يعني حصل على 27 كارت أحمر عدد كبير جدا راموس طبعا من مدفعين العظماء على طبعا مستوى الكرة الأسبانية والكرة العالمية ولكن يعني بيرتكب أخطاء قوية جدا تسبب من خلال مشواره أنه حصل على 27 كارت أحمر طبعا زي ما بقول لحضراتكم راموس يمكن ما شاركش مع باريس سان جرمان في يعني الأسبوع الأولى نتيجة الإصابة لكن رجوعه تاني لباريس سان جرمان بدأ يشارك به يعني على فترات من المباريات وزي ما بقول لحضراتكم المباراة أمام لوران اللي اتعادل فيها باريس سان جرمان في اللحظات الأخيرة واحد واحد بعد ست دقائق من نزوله حصل على انذارين انذار ثم الانذار التاني وبالتالي خد الكارت الأحمر طيب كورونا كورونا طبعا بتضرب أوروبا كلها يمكن وخاصة فريق ريال مدريد الأسباني يعني بيعيش ظروف صعبة جدا جدا مع فيروس كورونا انضم ديفيد ألبا وإسكو لقائمة طويلة جدا من لعبي ريال مدريد اللي أصيبه بفيروس كورونا مما يعني المدرب طبعا كله أنشلوتي حيبقوا 8 لعبين من الفريق الأول خلال رحلته في الدوري الأسباني إلى بالباو طبعا أنشلوتي يعني بيقدم دلوقتي طبعا مستوى أكتر من رائع وزي ما بقولنا أن ريال مدريد أعتقد يمكن حسم البطولة بشكل أو بآخر بطولة الدوري الأسباني يمكن تفوق بفارق خمس نقاط على أقرب منافسي في قمة الدوري الأسباني يمكن بعد تعادل صاحب المركز الثاني إشبلية مع بارشلونا يوم الثلاثة اللي فات كمان الموجة الأخيرة من إصابة فيروس كورونا بتسبب طبعا خسارة فادحة في فريق طبعا ريال مدريد فريق أنشلوتي بيتواجد في قائمة المصابين طبعا رودريجو كاريس بيل ومارسيليو لوكا مودريتش وسينسيو طبعا كلهم لعين على مستوى عالي جدا جدا لكن الكورونا تحرم ريال مدريد من هؤلاء اللعبين مش على مستوى أسبانيا بس لكن كمان على مستوى إنجلترا يمكن هنا كمان في المحترف كنا بنتكلم أن في عدد كبير من المباريات في الدوري الإنجليزي تم تأجيلها وأنه يمكن فيه رعب يعني بيصيب اللعيبة والأجهزة الفنية من فيروس كورونا طبعا اللي يمكن فيه دلوقتي الدوري الإنجليزي بيتم عدد كبير من المباريات بيتم تأجيلها أخيرا مواجهة ليبربول وليدز يونايتد المقررة طبعا اليوم طبعا يوم 26 ديسمبر لكن كان مقرر أن طبعا ليبربول هيحل ضيفا على ليدز خلينا نتكلم كمان على مستوى رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لغاية دلوقتي يعني مصممة بشكل كبير جدا أن الدوري يستمر بشكل كبير جدا ويعني لغاية دلوقتي بقول لحضراتكو 12 مواجهة تم إلغاءها بسبب كورونا خلال الأسبوعين اللي فاته طبعا ليدز اضطر إلى طبعا غلق مراكز تدريبه بسبب انتشار فيروس كورونا في خمس لعبين طبعا ده في محاولة من نادي ليدز السيطرة على الوضع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع بسرعة كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي فاتت وخاصة خلال الأسبوع اللي فات أكتر من 60% من اللاعبين تم إصابته طبعا على مستوى البريمين ليج زي ما بقول لحضراتكو فيه قلق كبير جدا من يمكن تأجيل بعض المباريات بسبب فيروس كورونا معظم الأندية بتشتكي من طبعا الإصابة بفيروس كورونا وحنشوف الأيام اللي جاية البريمين ليج رايح فيه على مستوى الانتقالات ويمكن إن شاء الله هنبقى مع حضراتكو الأسبوع اللي جاي هيكون عندنا حلقة عن الترانسفير ماركت والانتقالات الشتوية النهاردة كوتينيو طبعا كوتينيو لعب طبعا برشلونا صانع لعب برشلونا محاط باهتمام كبير جدا جدا من أندية إنجليزية بيعايزين التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي جاي ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن طبعا إفرتون بيخش بقوة في خط السباء مع نادي نيو كاسل يونايتد وتوتينهام على الفوز بخدمات اللاعب البرازيلي كوتينيو أكدت الصحيفة إن وكالاء كوتينيو بيتواصله دلوقتي مع مسؤولي طبعا أندية كثيرة وإن عقد اللاعب الدولي مع برشلونا لسه عنده سنتين لكن المصير في الأمر أنه بالرغم أنه لسه فيه سنتين أمام كوتينيو لبرشلونا لكن طبعا الأزمة اللي بيبر بيها برشلونا الأزمة المالية بشكل أو بآخر بيحاولوا يبيعوا اللاعب خاصة إن تشافي ما بيعتمدش على كوتينيو في المباريات بشكل أساسي وطبعا زي ما بقول لحضراتكو السقف الرواتب طبعا في برشلونا بيحتاج ضخ للأموال بشكل أو بآخر فبيسعى طبعا نادي برشلونا أنه بيوضب أوراقه على مستوى الانتقالات في الفترة اللي جاية خاصة في يناير القادم وبيعرض أو خلاص يمكن كوتينيو يقترب إلى الاتجاه إلى البريميال ليك موسيقى